تنفيذا لأمر صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصلت وزارة الإسكان توزيع وحدات مشروع دمستان الإسكاني على دفعات جديدة من المواطنين المستفدين وذلك ضمن برنامج توزيع 4200 وحدة سكانية وقال الوكيل المساعد لسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خارد عبد الرحمن الحيدان إن إجراءات توزيع مشروع دمستان تتم بصورة سلسة وسط استحسان المواطنين من دون أدنى معوقات أو تأخير وذلك بعد أن حرصت الوزارة على إتمام عملية التوزيع على دفعات لتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل وأشار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إلى أن مشروع دمستان يعد أحد المشاريع الرئيسة التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظة الشمالية والمدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكانية مؤكدا أن المشروع يمتاز بموقعه ونماذج بناء وحداته السكانية التي تطابق أفضل المواصفات التي تتناسب واحتياجات الأسر البحرينية اليوم تمت عملية توزيع الدفع الثانية من وحدات مشروع دمستان لسكاني عملية توزيع لهذا المشروع ستستمر لمدة ثلاثة ثيان هذا التوزيع يأتي تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكانية والله الحمد الوزارة ما شايف تنفيذ هذا الأمر حسب الجدول الزمني الموضوع اشتركوا في القناة